طبعا مساكم الله بالخير يعطيكم العافية اليوم نتكلم عن عملة التيرا كلاسك لونه برانك 40 بسعه 0.3014 ماركت كاب تقريبا 800 مليون 860 مليون بوليوم يومي 51 مليون طبعا 51 مليون رقم حلو لكن بنقول ماينس انا ليش اضحك لانا كنت اصور الفيديو قبل شوي وحللت العملة وتكلمت عنها وما خليت شيء اخر شيء طلعت اصور او اسايريكوردينج وانا حاط الفيديو ميوت فالوني يشوف يعني حللت العملة بشكل مفصل فالحين برد بحلل على المرسوم اللي انا رسمته لكن انا هالمرة بحذف في اشياء خطوط او ترندات مو احتاجها لانه بسويلي زحمة في الشرح هذا اوكي اتشذي اوكي المهم فقبل فترة انا كنت داش صفقة لونغ هنا من هذه المناطق يعني كنت يعني في اشياء ممكن تكون كررة في الشرح هي اشياء بتكون اليديد المهم دخلت هني لما شفت النزول هذا وعططناها المطرقة فاني شوف دخلت لونغ الحمد لله ضدت ياي ليه هني سكرتها انا لكن اتوقع الحين شو راح يصير راح يصير لمس لهذه المنطقة وراح نشوف نزول عنيف في السوق فيعني مجرد ما تضرب هني انا بيدخل عندي شورت اصلا فالمهم فممكن هالمرة نزور مناطق اللي هي من 0.3010 الى 0.4085 تغيرت الارقام كلها ليش هذا كله بسبة البتكوين البتكوين شجاز يسوي على سبيل المثال هو في 16000 يتحرك الـ 16600 عفوا نمائتين يرجع ينزل الـ 16000 يرجع يتحرك الـ 16200 حلوين حلوين العملات الاخرى على سبيل المثال بنقول لونة مع حركة الـ Bitcoin High لونة تنزل للـ 0.3014 لما يرتفع يروح للـ 0.3015 لكن الـ Bitcoin يريد ينزل عن نفس الرقام لا لونة ما تنزل عن نفس الرقام لونة تنزل على 0.3013 فكل مرة يتغير القاع تنزل اكثر تنزل اكثر بس الـ Bitcoin يرتفع خطوة ينزل خطوة العملات الاخرى ترتفع خطوة تنزل ثلاث ترتفع خطوتين تدل أربع فأبدا المعادلة مضروبة بين الـ Bitcoin و العملات الاخرى فهذا سبب نزول العملات وكنا قبل محددين قيعان كنت متوقع مثلا ان هذه بتكون أقوى منطقة مثلا نقول ارتداد لكن اتغير هذا كله بسبب الـ Bitcoin فعشان شديد الـ Bitcoin خرب 90% من التحليلات المهم فمبدئيا بيكون فيه صعود حاليا بعدها راح يكون فيه نزول اتوقع عنيف لهذه المناطق وعقب ان شاء الله راح يكون الـ فور رن يعني هذا أفضل سيناريو بيكون للعملة غير تذي اتوقع السيناريو يعني صعب في الواحد أنا بالنسبة لي الاستثمار يكون في هذه المناطق لأن براح ينزل فلا تبيع او لا تستعي لا تشتري يشتري يشتري بجزء وشور تدعم بعدين لما ينزل اكثر لأن فيه ناس تشتري بالمبلغ كامل او لما تشوف السوق ينزل يروح يبيع لا لا تطلع من الصفقة وانت خسران فيه واحد ياس يقول من كبار المستثمرين في العالم يقول انا استغرب لحال المتداولين بشتى المجالات لما السوق ينزل يروح يبيع يخاف ان الشي يصفر يقول لا بالعكس هذا هو وقت الاستثمار هذا هو وقت انك تصيد مثلا لأن انت هذا الوضع ما رح يتكرر يعني انا بالنسبة لي هذه الاسعار هذه هنا في هذه المناطق ما رح تتكرر ابدا الا اذا صار انهيار في العملة غير ما رح تتكرر يعني انا اتكلم عن البير ماركت البير ماركت الياي يمكن نشوف العملة على 0.0 20 25 هذا يكون القاع غير ما اتوقع تذين انكم خلصنا يعطيكم العافية وتصبحون على خير